هرجع مرة تانية جبنا صورة لنجم النادي الاهل ومتخب مستقبت محمود كهرباء الصورة دي الزملاء في الاعداد اكدوا دلوقتي ان هي صورة متسوسة مش موجودة خالص في حساب كهرباء الرسمي يعني دي صورة برضو للأسف الشديد برضو المهاترات الجمهير اللي عاوزت تقدينا في داهية اللي كل واحد يطلع عشان يشعل الفتن كهرباء بريء تماما من الصورة اللي موجودة قدامنا خالص خالص وده شيء جميل جدا وشيء خلينا احنا على الهوى بعد ما دمنا الصورة دي نعتذر ونقول لا احنا اسفين زمنا في الاعداد اكدوا ان ده صورة مغلوطة ما من الصورة الحقيقية هي دي اهوات peace of mind السلام النفسي حطها كهرباء وقعت في البحر وما فيش اي مشكلة خالص لكن الصورة التانية مغلوطة وبنعتذر على ان احنا نزلناها من شوية فيش اي مشكلة خالص ابدا اتمنى ان شاء الله لكهرباء التوفيق والكل لعبة مصر التوفيق سريعا جدا عشان ضيف كابتنا احمد مصطفى بيبو المدارب العام لنادي سيراميكا كليباترا والمدارب السابق لنادي الجونة وايضا لنادي اسوان اللي صعد بالناديين الى الدولة الممتاز سريعا جدا الماتش النهاردة مفاوضات الاهلي مع لعب مونشن جلاد باك مصطفى اشرف لعب بروسيا مونشن جلاد باك الالماني مصدر قال ان مصطفى اشرفنا الاعجاب ميستر كولر في وقت سابق كانت عنده رغبة في متابعته عن كربل التعرف على الامكانيات وخصوصا وانه محترف بالدوري الالماني ويسهل على مدارب الاهلي استفسار عنه بشكل دقيق عشان طبعا الرجل موجود في سويسر وضح كولر اراد التعرف على قرات اللعب وايضا شخصياته ولو ماذا يفضل العودة للعب في مصر وهو موجود في المانيا وغيرها من الامور وقال تعذر تواجد اللعب في التدريبات الاهلي مثل ما طلب كولر قبل كده لغاية ما الفريق اخد نهاية الموسم اجازة وقال كمان ان مكان الاهلي سيكمل المفاوضات تدام اللعب في الفترة المقبلة من ان الاحمر صرف النظر عن الصفقة هنشوف اللعب ده هكون موجود في الاهلي ولا لا طيب يعني ايضا عندي بعض الاخبار السريعة الزمالة في الاعداد بيفجؤوني على طول لكن كرة اليد المصرية طبعا منتخب مصر للنشئين 19 سنة موليد 2004 بيقدم ملحمة في بطولة العالم وصل للدور الربع النهائي بعد ما فاز على البرازيل بنتيجة 33-38-23 في أولى مباراة المجموعة الثانية من الدور الرئيسي للبطولة اللي بتقام في كرواتيا كمان ولدنا الشباب في فوزهم على إسلام ده بطل عالم لا عاملين ملحمة تحسوا حتى لو ما بيبقوا متخرين في النتيجة تبقى أنت متأكد أنهم حيرجعوا رغم تحيط